اشتركوا في القناة له هو صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وتكلمنا أيضا كيف كان صلى الله عليه وسلم في خلقه في أخذه في عطائه في تعامله في كسبه لقلوب الناس إلى غير ذلك من المواقف العجيبة التي إنما أدبه الله تعالى بها كما قال الله جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم أما اليوم فلعلي أقف معكم وقفة عجيبة مع آية من آيات نبوة صلى الله عليه وسلم بل هي معجزة من المعجزات ونعلم جميعا أيها الحبه الكرام أن المعجزات هي أمور خارقة للعادة لم تجري العادة بفعلها إنما يوقعه الله تعالى على يد نبي من الأنبياء حتى يعلم الناس بأن هذا النبي مؤيد بقوة ربانية من الله سبحانه وتعالى وغالبا تكون معجزة كل رسول مناسبة للوقت الذي يعيش فيه ومناسبة أيضا لما كان يجري في عصره فمثلا موسى عليه السلام خرج في عصر انتشر فيه السحر وظهر فيه أمر السحرة والشعوذة حتى كانوا قريبين من فرعون وكانوا هم السادة عنده وهم المقربون فجعل الله تعالى الآيات التي آتاه إياها في ظاهرها قريبة مما هم موجود عندهم فكان صلى الله عليه وسلم أعني موسى كان إذا أخرج يده فإذا هي بيضاء للناظرين كان يلقي العصى من يده فإذا هي حية تسعى فبهر بذلك كل ساحر وأذل كل فاجر عيسى عليه السلام مثلا كان قد ظهر في عصر انتشر فيه الطب وأنواع العلاج فجعل الله تعالى له من الآيات ما يظهر به عليهم صار يبرئ الأكمه الأكمه هو الذي أولد وهو أعمى هو أعظم خطرا وأعظم مرضا من الأعمى الذي يصيبه العمى بعدما يولد يبرئ الأكمه والأبرص بل ويحيي الموتى ويداوي الناس من أدواء كثيرة أما محمد صلى الله عليه وسلم فلقد آتاه الله تعالى من آيات المعجزات ما بهر به جميع البريات آتاه الله تعالى القرآن الذي قال الله عز وجل فيه أو لم يكفهم أن ننزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لآية فبين الله تعالى أن أعظم الآيات هي هذه المعجزة الخالدة التي لا تزال باقية إلى أن يشاء الله تعالى والعلي أيها الأحبة الكرام أقفوا على آية من الآيات هي آية عجيبة وهي طريفة في الوقت نفسه حكاها جابر رضي الله تعالى عنه ورواها البخاري في صحيحه تعلمون أن المسلمين قاتلوا المشركين في معارك كثيرة قاتلوهم في بدر في أحد حتى إذا جاءت معركة الخندق اجتمع المشركون قريش وغطفان وجمعوا الأعراب وأقبلوا إلى المدينة يريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويريدون قتلهم قتلة واحدة يعني أن يضربوهم ضربة رجل واحد لا يقوم المسلمين بعد ذلك قائمة جلس النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه استشارهم قال ما رأيكم هؤلاء قوم كثير معهم عتاد ومعهم عدد ونحن لا نستطيع أن نقاتلهم ونحن على هذا الحال ثم إنهم هم قد أقبلوا علينا في المدينة الآن يحاصروننا ويقتلوننا استشار صلى الله عليه وسلم أصحابه ماذا يفعل بأولئك ثم بدأ الصحابة كل واحد منهم يشير بشيء حتى قيل إن سلمان رضي الله تعالى عنه أشار على النبي صلى الله عليه وسلم برأي كانوا يفعلونه في فارس فالمدينة أيها الأحبة يحيطها من ثلاث جهات جبال فلا يمكن أن يأتي جيش المشركين من خلال تلك الجبال لا يستطيع لكن الجهة الرابعة كانت سهل فهي التي يمكن أن يهجم المشركون من خلالها قال سلمان يا رسول الله لماذا لا نحفر في هذا السهل خندقا واسعا حتى لا يستطيع أن يجوزوه وأن يدخلوا المدينة فرضي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وبدأوا يحفرون وقع لهم خلال هذا الحفر أعاجيب يقول جابر رضي الله تعالى عنه كنا نحفر في الخندق وكان الناس يعملون في الخندق يقول فأثناء حفرنا عرضت لنا كدية شديدة الكدية هي الصخرة الغليظة يقول لم تذهب فيها معاولنا نضربها بالفؤوس فتنكسر الفؤوس التي من حديد وهذه الصخرة صامدة على ما هي عليه قال فأقبلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلنا يا رسول الله هنا كدية شديدة صخرة عظيمة ما استطعنا يا رسول الله أن نكسرها قال إني نازل قال جابر وأقبل النبي صلى الله عليه وسلم نازلا وقد لبثنا ثلاثة أيام والله ما ذقنا ذواقا ما أكلنا شيئا منذ ثلاثة أيام ثم هم أيها الأحبة ثلاثة أيام ما أكلوا شيئا وهم يعملون يحملون التراب وينقلون الصخور ويضربون بالفؤوس ويقوبون ويقعدون يتحركون ليس مثل الذي يقول أنا جاء منذ ثلاثة أيام وهو جالس في بيتها وعلى أريكة لا هؤلاء قوم يبذلون من أجسادهم فهم في جوع شديد قال جابر أقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى موضع تلك الصخرة فأخذ الفأس فرفعه وكانوا في السابق أيها الأحبة يلبسون إزارا ورداء الإزار يغطي من سرة الرجل إلى قدميه أو إلى أنصاف ساقيه والرداء يغطي صدره وبطنه مثل لباس الإحرام الذي يلبس في الحج والعمرة فلما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الفأس كان عليه رداء يلفه عليه وكان قد غطى صدره وبطنه فلما رفع صلى الله عليه وسلم الفأس ظهر بطنه قال جابر فرأيت بطنه معصوبا بحجر من شدة الجوع من شدة الجوع فلما رأى جابر ذلك قال في نفسه والله ما على هذا صبر النبي صلى الله عليه وسلم يجوع هذا الجوع الشديد حتى يربط على بطنه بحجر قال فأقبلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله ائذن لي إلى أهلي أنا عندي حاجة في البيت أريد أن أنهيها ثم أرجع لي تأذن لي قال نعم اذهب قال جابر فذهبت إلى امرأة دخلت عليها قلت يا امرأة قالت ما تريد قلت لها لقد رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم منظرا والله ما عليه صبر عندك شيء عندك طعام خبز أو لحم أو أي شيء عندك طعام قالت والله ما عندي شيء ما عندي إلا صاع من شعير صاع من شعير قرابة الكيلوين ما عندي إلا صاع من شعير وعناق صغيرة العناق أيها الأحبة هي العنز الصغيرة الهزيلة تقول له فإن شئت طحنت الشعير وذبحت العناق ونعمل لحم وخبز يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويأكل الخبز باللحم ويشبع قال جابر نعم